اشتركوا في القناة ويمكن الناس كلها كانت النهار ده قاعدة مستنية المتش ومنافسات طبعا ربع نهائي بطولة كاس العالم للأندية اللي الأهلي متقدم بيها دلوقتي 3-0 إلى الآن دي أتمانين من المتش اللي ابتدى الأهداف علي معلول وكانت دي ضربة جزاء اتحسبت بتقنية الفار وبعد كده كان النجم حسين الشحات وشفنا احتفاله الكبير بالجول اللي أحرزه والمفاجأة الحقيقة كانت بهدف تالت لإمام عشور في يوم أعتقد صعب ننساه فرحة كبيرة جدا لكل الأهلوية ويعني الأهلي معودنا على كده الحقيقة لكن يمكن الناس كان عندها تخوف من كولر وأداءه وكل اللي كان بيحصل في الفترة اللي فاتت لكن ده عهدنا مع الأهلي وخصوصا في المباريات الصعبة مباراة الحقيقة يعني أجواءها أكيد ما كانتش سهلة ويمكن ده اللي بيدي اللعيبة وبيدينا احنا كجمهور كمان مصري أمل كبير في الفوز وإحراز نتيجة تشرف مصر كلها لوحة لطيفة جدا استكملا بقى لللوحة دي حقيقة المشهد اللي احنا بنشوفه مع حضراتكم الشناوي وهو ويمكن أنا بالنسبة لي الشناوي رجل المباراة من أول المتش وهو يعني قايم بالمباراة كلها كان بيتصدى لضربة جزاء من كريم بنزمة وحسب حكم حسب ضربة الجزاء دي للاتحاد بعد ما كان فيه لمسة يد من محمد عبد المنعم تقريبا في الدقاء يمكن أربعة واربعين وتصدى لها الشناوي ببراعة شديدة الحقيقة مشهد قلب المتش كله لصالح الأهلي لأنه احنا عاديين وبنقولوا النجوم اللي موجودة في الاتحاد ييجي الشناوي ويصد الكور حقيقة الأداء الكبير ده بيفرحنا كلنا والمتشوات الكبيرة اللي زي دي بتلاقي الناس متفاعلة معاها بشكل كبير جدا فسعيدا احنا بنتدي الحلقة والأهلي بالنتيجة دي متقدم 3-0 ويعني كاس العالم الأندية مبارياته بتبقى كبيرة وبتدخلها الفرق الكبار فانه نكون متواجدين بيها بالمستوى ده شيء مشرف جدا الحقيقة وده اللي بيفرحنا جميعا كمصريين ان شاء الله يعني الفرحة تكمل على خير ونكمل معاكو على مدار الحلقة احنا دلوقتي في دقيقة 80 من عمر المباراة ونكملين معاكو ان شاء الله على مدار الحلقة والحمد لله دايما وشنا حلوة على أهلي ودايما لما بيبقى في مبارايات يوم الجمعة غالبا النتيجة بتكون عاملة يعني بالمنظر ده فالحيا الواحد مبسوط ويا رب دايما يفرحنا ودايما المصريين يشرفوا مصر في كل حاجة دايما كرة القدم بتبقى كلمة سر في سعادة المصريين بالتأكيد حضراتكم جميعا بتابعوا المتش ان شاء الله يعني نتبسط كلنا بنتيجة المباراة ونحتفل جميعا ودايما الأهلي رقم واحد بإذن الله يمتعنا أكتر بأداء أميز ولعيبة عندها حماس وطاقة أنها تسعد جمهرها وترفع اسم نديها دايما وسط القرص